أرحب فيكم وأهل وسهلا وأتمنى أن يكون الجميع بخير وصحة وسلامة يا رب وأحب أعرفكم بنفسي أختكم دكتورة وجدان عبدالله السكران تخصص تربية خاصة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والدمج وفئة ذو اضطراب التوحد أحب أولاً أشكر جمعية إشراق على استضافتي للحديث معكم الليلة في هذا المساء الجميل لمناقشة موضوع مهم يلمس الجميل ألا وهو استمرارية تعليم أطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء فترة الحظر في منازلهم أرحب كل استفساراتكم وأي ملاحظات أو مشاركات التفاعل طبعاً مهم جداً بيني وبينكم لكن أفضل لكم تنتظرون إلى نهاية الحديث وبعد كذا إن شاء الله يسعدني أني أرد على جميع الاستفسارات أتمنى يكون الجميع الآن يشوفني أنا هذه أول تجربة الحقيقة بالنسبة لي في البث المباشر بتويتر لكن إن شاء الله يكون حوار ممتع طبعاً مثل ما تعرفون كلنا الآن نمر بظروف يبدو أنها صعبة على الجميع الظروف الحالية وهي التزام في المنزل جميع الحياة الخارجية توقفت أغلقت المدارس أغلقت النوادي المجمعات التجارية أماكن الترفيه النوادي في أحد هنا يشجعني يقولي البث مناسب شكراً في ظل هذه الظروف بما أن الأشياء خارج المنزل توقفت فهو من السهل جداً أن الإنسان ينغمس في دوامة الاكتئاب في دوامة روتين معين ملل ينغمس في توتر في عدم إنجاز ما في قدرة على العمل أو الإنجاز من أكثر الأشخاص اللي يعانون طبعاً الأسرة بالتأكيد الوالدين لكن حتى الأطفال الأخوة الأخوات لديهم أيضاً هذه المشكلة في أحد يقولي البث يعلق إن شاء الله أنه يرجع مرة ثانية ما يزيد من حدة هذا الأمر أنه ما عندنا القدرة على حتى الخروج إلى الشارع والمشي أو الترفيه لو بشكل بسيط في حديقة ولا في أي مكان فبالتالي تحول التعليم الآن عن بعد أشياء كثيرة تحولت عن بعد تحول التعليم أونلاين وهذا التعليم أول ما بدأ كان صعب على الجميع كان صعب الالتزام أمام شاشات الكمبيوتر وتلقي المحاضرات عن بعد يعني من خلال فيرتشول ما فيش تفاعل حقيقي لكن مع الوقت في أحد يسألني هنا عن الكورونا ينتقل بالهواء خلولي أرحب بالناس المشاركين الجدد أنا اسمي وجدان السكران تخصص تربية خاصة وحلقة اليوم أو حوارنا رح يكون عن الاستمرارية في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل يعني وجود هذا المرض أو وجود الأزمة لا يعني أن التعليم يتوقف فنرجع نقول أنه تحول التعليم عن بعد كان في البداية صعب على كل الأطفال خاصة في المراحل المبكرة مثل رياض الأطفال والصوف الابتدائية صف أول وثاني وثالث كل ما يكبرون كل ما يكون أسهل عليهم إلا أنه الوضع ما زال صعب جدا للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي حاصل الآن أنه السنة القادمة الطلبة ذو النمو الطبيعي رح يتعلمون مهارات معينة حسب المواد زين؟ يعني مثلا القراءة الحساب وإلى آخره رح يصعدون أساسا هناك فرق ما بين ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي النمو الطبيعي فيه قاب بينهم إذا أنا وقفت تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة خليتهم موجودين في المنزل لأنهم ما يروحوا المدارس وما يروحوا المراكز وما في ثرابي وما في جلسات علاجية فبالتالي رح أتوقف رح يستمر القاب الأطفال ذو النمو الطبيعي السنة الجاية إن شاء الله إذا رجعت الحياة طبيعية تحقوا في المدارس رح يكون فيه القاب هذا كبير جدا بينهم فبالتالي أنا الأفضل أني في هذه الفترة أحاول أني أخفف من هذه الفجوة بقدر الإمكان وأحاول أني أقرب مهارات ذو الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن قدراتهم إلى ما يوصلون لمستوى مقارب إلى حد ما بالطلبة فحتقولون لي وسمعت الكلام هذا كثير من الأمهات الموضوع صعب أنا لست خبيرة لو كنت خبيرة ما وديت ولدي أو بنتي المدرسة أو المركز ما عندي القدرة أني أعمل لي جلسات أني أعطي أفهم الأهداف أعرف كيف أدربهم كيف أشرح لي ما عندي استراتيجيات وإلى آخر صحيح الكلام هذا لكن أنت أمام خياري طبعا الحديث هذا موجه للأمهات وللآباء ولكن بحكم الكلتشر ثقافتنا إحنا دور تربية الأطفال يقع أكثر شيء على الأمهات فأنتي عندك خياري إما الاستسلام والإنغماس في الروتين الخصام الجدال أطفال متوترين ما في شيء يتعلمونه مهاراتهم توقفت خسرتي كل المهارات اللي تعلموها سابقا ضعف وزاد مستواهم سوءا ظهرت سلوكيات غير سوية مثل العناد مثل النشاط الزائد وغير أو قبول التحدي واعتبر هذا تحدي قبول التحدي ومواجهته فيه مثل يقول الوالدين هم أفضل المعلمين من فيه أفضل من الأم أو الأب في تربية وتعليم وتوجيه أبناؤهم بغض النظر عن قدراتك وخبراتك ومستواك التعليم الأم أو الأب هم أول شخص استوعبوا الاختلاف الموجود لدى طفلهم وهم أول شخص عملوا على قراءة تثقيف أنفسهم تعلموا فهموا يعني إيش التأخر اللي عنده إيش سماته إيش احتياجاته فهموا نفسيته المفضلات اللي يحبها التعزيز اللي يناسب له الصوت اللي يناسب له المكان اللي يحبه اللبس اللي يحبه وإيه الآخر أنت أكثر شخص يفهم طفلك وعندك القدرة صدقيني لديكم القدرة على تعليم أطفالكم ورح نشرح بعد شوي ما هي الاستراتيجيات اللي ممكن أنا أستخدمها لتعليم الأطفال هذا واحد اتفقنا إذن مين أفضل معلم؟ الأسرة الشي الثاني معلومة فقط خطرت في بالي وفي هذه الأيام لأنه حصل عندي تجربة شخصية في الهومسكولينج وهو التدريس الأطفال في البيت في أسر في الغرب وفي مجتمعات أخرى يعني ما هي موجودة عندنا في السعودية لكن في أسر اختارت أنها تعمل هومسكولينج تدرس أولادهم في البيت في طلبة ما عندهم القدرة أنهم يتعلمون في المدرسة العادية لأي سبب من الأسباب؟ يا أما المدرسة ما عندهم خدمات دعم للتربية الخاصة ولا أن الطفل ما عنده مثلا مشكلة تأخر شديدة تأخره بسيط فيقدر يدخل في الدمج لكن يحتاج خدمات معينة ما هي موجودة وإلى آخر فاختارت في أسر باختيارهم وأنا لما أقول الكلام هذا كثير يعني يستغربون أنه كيف الأم هي تختار تدرس طفلها في البيت والتجارة بالحقيقة ناجحة الأشخاص اللي عملوها كانت عندي تجربة شخصية لسبب ظرف صحي لبنتي درستها في البيت لمدة سنة ما كان الموضوع سهل أكذب الموضوع كان جدا صعب لكن قابل للتحقيق والنجاح بالمعرفة الصحة وبالتنظيم النقطة الثالثة اللي حبيت أني أذكرها قبل ما أدخل في الإستراتيجيات خذوا الموضوع من ناحية إيجابية ما يحصل الآن من وجودنا داخل منازلنا حس بالمسؤولية ما راح أقول إجباري إحنا مجبرين لا بالعكس إحنا مجبر عفوا أنا خطيت نفسي إحنا بحسب المسؤولية من التزمين في بيوتنا هذا الشيء فرصة كبيرة للتقرب أكثر من طفلك كل أم عندها طفل هي فاهمة احتياجاته لكن بسبب انشغالها بالعمل وبالدواء وبالخروج وبالزيارات العائلية وإلى آخر الطفل يروح للمدرسة ويرجع التابعين شوي أحيانا ما تقدرين ما فيه تواصل جيد بينك وبين المدرسة وإلى آخر وغض النظر عن الأسباب لكن ما كان فيه فرصة مثل هذه لديك كل الوقت ما فيه شيء ما عندك شيء عندك وقت كافي وطويل أنك تفهمين شخصية الطفل لديك وقت طويل أنك تدربين طفلك في مهارات معينة كنت تتمنين أن يصير عندك فرصة متابعة واستمرارية مثلا المهارات الاستقلالية الاعتماد على النفس إذا طفلك ما هو عندك 24 ساعة ما رح تقدر يتتابعين باستمرار مثلا أنا بدرب طفلي على قضاء الحاجة الذهاب لدورة المياه الاعتماد على النفس في النظافة المهارات الاستقلالية أي شيء فكري في أي مهارة كنتي حابت دربين طفلك فيها الآن عندك كل الوقت أنك تعطينا تدريب وجهاً لواجها تعطينا متابعة تعطينا تدريب في بيئة طبيعية في البيت في أنواع معينة في الغرف وإلى آخر فهذا الوقت استغلوا اعتبروا شيء إيجابي يعني رح يساعدك تفهمين طفلك تكتسبين خبرة أكثر أيضا اعتبرها فرصة للاستكنال فرصة للتركيز الهدوء فرصة للبحث عن المهارات الأساسية أي شيء يعنيني أنا هل أركز على الأكاديمي لأنه عنده قدرة هل أركز على السلوك أعدل سلوكه ودخل معه أكاديمي وإلى آخر في مجال يعني أنه الأم تختار من وين تبدأ نجي من وين نبدأ قبل ما نبدأ أهيئ نفسي في أشخاص يقولون لي أنا شكرا مشاركاتك في ناس يقولون إحنا توني الآن بديني نتعرف على أبنائنا الآن إحنا قاعدين نكتشف مهاراتهم الآن إحنا قاعدين نكتشف عندهم هوايات معينة إذن لاستمرارية تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل إنك تكملين مع طفلك نفس الشغل وأحسن وأفضل هيئي نفسك خلاص أنت ستكونين معلمة طفلك إلى نهاية السنة طبعا إحنا ما نعرف إلى متى يستمر هذا الوضع بالتأكيد الفصل الدراسي هذا كله إن شاء الله مع الصيف لما يكون عندي الفصل الدراسي القادم فأنا عندي ويمكن الفصل الدراسي القادم يكون فيه يمكن يعني يصير فيه تكنولوجي صار فيها سهولة فاحتمالي نستمر إحنا في مثلا بارت تايم أونلاين بارت تايم في المدرسة وإلى آخر فهيئي نفسك أنت كوني معلمة طفلك زيب؟ اتفقنا؟ النقطة الثانية كوني صبورة كوني صبورة وكن صبور على نفسك وعلى طفلك يعني إيش؟ لابد أنك تتحلى بالصبر رح تكون فيه صعوبات ومعيقات رح ينكرر مهارات معينة الطفل بينساها ما رح يتعلمها بجلس مع الطفل يحضر حصة معينة رح يشاغب ويطلع برجع مرة ثانية بيصير فيه أشياء كثيرة لا ما لك خيار إذا انهرتي أو إذا أنت عصبت واستخدمت أسلوب معين ما رح يستجيب طفلك وبالعكس رح يكون فيه صدام رح يكون فيه جدال وإلى آخر فالأفضل نحن نكون صبورين على أنفسنا ونكون صبورين على الطفل أيضا أضع سقف توقعات مناسب يعني سقف توقعاتي مناسب للطفل أنه أنا أعرف مهاراته ما أقول والله خلال شهر رح أعلمه كل الحروف وهو لسه ما يعرف الحروف ولا خلال شهر رح أخليه يعرف يقرأ قطعة كاملة هو لسه ما تعلم الحروف أو خلال شهر رح يعرف الضرب وهو لسه ما يعرف الجمع وهكذا يعني كل طفل قدراتي لكن يجب أن تكون توقعاتنا منطقية زين ولما أحب أركز أو أعيد مرة ثانية كلمة تكون صبورة أنه ما حد يتوقع منك أنك تكونين معلمة خبيرة خلال أيام ما في بالتأكيد رح تحتاجين وقت وشوي شوي رح تتعلمون حبيت ألخص الاستراتيجيات أربعة ورح أقولها إن شاء الله يسعفني الوقت إحنا ما عليش تأخرنا شوي أربع استراتيجيات الاستراتيجية الأولى اللي لازم تركزين عليها وتبدأين فيها من الآن أو من بكرة الصباح أخلوا الليلة من الآن خلاص أنت مهيئة نفسيا نصرته إيجابية استراتيجية الأولى هي التواصل التواصل مع مين التواصل رح يكون مع المدارس المدارس مفتوحة الآن المعلمات ما زالوا إدرسون وما زالوا على رأس العمل الأخصائيات النفسيات الاجتماعيات أخصائية التربية الخاصة حتى لو مديرة المدرسة اعرفي حقك من حقك أنك التابعين طفلك الآن مع المدرسة وبعطيكم نصيحة كوني مزعجة احنا نحب الأمهات المزعجات يوميا اتصلي تابعي ارسلي واتساب إلى آخر طبعا المدارس بعضها اللي طلبت صعوبات التعلم أو ADHD أو أي نوع من التأخر النمائي إذا كان الطفل في مدرسة عادية مدموج يعني فمعناها ما زال الطالب يتلقى حصص عادية لكن ما فيه معرفة عفوا لا يوجد تواصل من قبل أخصائيات التربية الخاصة المنصات التعليمية الآن كثيرة ومنتشرة لكن كل المنصات أو أكثر المنصات أو جميع إن صح التعبير المنصات التعليمية موجهة للطلب ذو النمو الطبيبية ذو الإحتياجات الخاصة هذا اجتهاد منك يا أم أو اجتهاد من الأب أو إلى أي شخص يعني مسؤول عن الطفل فبالتالي أنت لابد يكون بينك وبين المعلمين أو المعلمات تواصل ابحثي عن الخطط وينها؟ رسلوا لي خطط للطفل إيش التقييم اللي عملتوه وإيش مستواه الحالي وإيش وصل عندكم في الأهداف وسجل اكتب كل شي زين؟ اثنين يعني التواصل مع مين؟ التواصل مع الأهالي أنت لست وحدك أنت لست وحدك يعني من الجيد والبوزيتف أنه نعرف أنه فيه ناس معنا فيه مجموعات دعم أسري كثيرة يعني جمعية اشراق مثلا من الجمعيات اللي تفاعل وتتواصل مع الأسرة لما أنا أشعر معاناتي مشتركة وأنه فيه أم عندها نفس مشكلتي مثلا مشكلة العناد أو الحركة الزائدة أو مشاكل في النطق أو سوء الخط أو ضعف في العذرات وإلى آخر هممنا وحدة ونشترك مع بعض فتواصلي مع القروبات ثالث ناس تتواصلين معهم احنا ما زلنا عن فقرة التواصل ثالث ناس أعضاء الأسرة بيتك وحدك لن تستطيعي إنجاز شيء تحتاجين تعاون مع الجميع يمكن سابقا مثلا بعض الآباء ما يقدرون يتعاونون بحكم انشغالات يعني يرتباطهم بأعمال أخرى وغيرها الأخوان مشغولين وإلى آخر الآن الكل موجود لكل قاعد في البيت تواصلي معهم اشرحي لهم الظروف الضغط اللي تمرين فيه إن الطفل رح يخسر المستوى التعليمي اللي وصله رح يخسر مهاراته فبالتالي لازم كلنا نتعاون مع بعض ونشتغل مع بعض لتحقيق هذه الأهداف النقطة الثانية اللي هي التنظيم إيش المقصود في التنظيم كل شي أنا ما أقصد في التنظيم إنك تعملين جدول وخلاص هذا هو التنظيم لا إحنا نقصد إنه قلد البيئة المدرسية شفت كيف البيئة المدرسية بيئة منظمة أنت قلديها يعني نعم فيه جروبات ممكن تتواصلون معاي بعد البث أو بعد الكلمة فيه مجموعات وأقدر أوصلكم فيها مجموعات الدعم سوري ما عليش بس خفت أنسى هالكلمة هذه لأنه فيه كثير يسألون عن المجموعات وغروبات الدعم نظمي طبعا بالتأكيد لابد يكون فيه جدول يعني إذا الطفل عنده القدرة إنه يشارك معك في تنظيم الجدول جيبي طفلك أجلسي معه ومع أفراد الأسرة أقولي لهم يلا مين يقدر يعمل كذا وكذا وكذا الحصص مثلا ممكن تكون مسؤوليات موزعة أنا حاخذ حصة الرياضيات وأنا حاخذ العلوم أنا حاخذ مهارات أكاديمية أنت يخذي مهارات حركية عشان أخوك يحب يلعب معك مثلا أنت يخذ مهارات الاستقلالية علشان مثلا أنت يقدر تساعد يرتدي ملابس وإلى آخر لكن ضعي جدول واضح وإمكانك الاستعانة بجداول مثل هذا النوع من الجداول هذا اثنين في واحد ضعي جدول اثنين في واحد إيش أقصد فيه الجدول ينظم لك المواعيد والأوقات لازم تبدئين يومك بالخروج والنهوض من السرير اطلعي خلي طفلك يطلع خلاص فيه يوم يعني أيام الأسبوع نظميها لطفلك ولنفسك تسهل عليك الحياة إذا لتزمتي يعني إحنا لو نترك أنفسنا لأيام ولأيام وننتظر وما في شي ما في دراسة وإلى آخر ما في ساعة معينة ما في جرس ما في باص من السهولة نرجع مرة ثانية للكآبة والروتين وعدم الإنجاز لكن أنا لما أعمل جدول بهذا الشكل وأجبر نفسي أبدأ يومي أبدأ حياتي الجدول اللي أقصد فيه هنا اثنين في واحد إيش المقصود فيه إنه ينظم لي أنا عندي النهوض الإفطار الحصة الأولى حددي حتى أوقات الفراغ أوقات الترفيه إذا طفلك يحتاج مهارات حركية أوقات التمارين الحركية أو الرياضية إذا طفلك يحتاج مثلا تدريب على النطق والتخاطب حصة الجلسة لتدريب على النطق والتخاطب أو الكلام إذا طفلك يحتاج مثلا إشباه حسي حددي الوقت اللي تشبعين فيه الأشياء هذه الحسية أنا أقصد كل شيء ضعيه أمامك بحيث تختارين تنظمين عفوا بحيث تنظمين كل شيء ويكون موزع ويكون فيه أوقات راحة لك أنت أنت ترتاحين فيه فهذا هو التنظيم لما أقول اثنين في واحد هذا جدول فيه تنظيم الشيء الثاني اللي أنا أقصد اللي هو التحفيز الجدول محفز على فكرة أنا لما أحط صح ولا السكر ولا أجيب بقص كل ما ننجز نشاط معين أحط فيه مثلا حلاوة ولا أحط فيه فلوس ولا أحط أي شيء أنا أختار يحفز الطفل الطفل بيشوف أنه واو أنا أنجزت قدرت خلصت الأول والثاني والثالث وصلت إلى شيء معين وإنك في النهاية تحطين صورة شيء محبب للطفل أنك راح تكافئين فيه بس أنت حاول تصممين أي نوع من هذه الجداول حتى لو الطفل كبير المصور جميل يعني يساعد الأشياء البصرية دائما محفزة يمكن عشان كلا تلاحظت وأن أحب أوريكم بعض الأشياء لا يكفي الجدول ضعيه أمامه ما يكفي كمان تضعين ذكري فيه يلا عندنا كذا الدرس الفلاني وإلى آخر الشيء الثاني راح تنظمينا لا تنسوا نحن عند فقرة التنظيم الشيء الثاني هو التنظيم مكان التعلم إذا ما عندي مكان ما راح أتعلم أي مكان بس المهم المكان هو اللي يهيئ الطفل للجلسة التعليمية المكان هذا يعرف الطفل إذا جلس يعني وش المطلوب منه يعرف ما هو المتوقع منه ضعي مكان اللعب بعيد عن المشتتات بعيد عن الداخل والطالع زي المطبخ أو التلفزيون أو إلى آخر والجميع يتعاون معك ويكون فيه الأشياء الأدوات الأساسية مثلا الأوراق العمل ممكن يكون الآيباد ممكن يكون الكمبيوتر إذا طفلك عنده بعض الحصص أونلاين أو أنت لقيت تطبيقات تعليمية معينة المهم جهزي كل أدواتك ضعيها أمامك هي أيضا مكان للأنشطة الأخرى مثلا إذا عندك أنشطة حسية حطي لها مكان خاص فيها أنشطة حركية خلي لها يعني المكان نفسي ينطق بالمتوقع منه أو يقول للمكان أنه ترى أنا النشاط المتوقع مني كذا وكذا وفري بقدر الإمكان جهزي كل الأدوات تكون يعني أمامك ونوعي ما بين فسحة وحصة لعب واستراحات وإلى آخر خاصة إذا الطفل عنده نشاط حركي زائد أعطيه مجال يفرغ يعني يحضر حصة تعليمية وبعدين مكان التفريغ يكون قريب مني مثلا ممكن ترامبولين صغير ممكن أي نشاط حركي وساعة معينة ترجعين فيها المهم في نظام معين أنت تشتغلين فيه أهم شيء تضعين الروتين خلاص أنت عندك جدول دخلت فيه روتين معين هذا الروتين سهل عليك وسهل على الطفل أنه يعرف ما هو النشاط المتوقع منه النقطة الثالثة الاستمرارية زين أنا تواصلت الآن مع المدرسين مع الأهالي مع القروبات تواصلت مع أعضاء أسرتي عرفت الأهداف اللي أشتغل مفروب عليها طبعا تكون كل أهداف منطقية زي ما قلنا نكون ما هي عالية أنا أعرف إيش اللي قدر عليه طفلي نظمت حطيت مكان جدول وإلى آخر استمري في برنامجك الانضباط هو المفتاح الحقيقي الاستمرارية جدا مهمة طبعا أنا أقصد استمري أيام الأسبوع الويكند خلاص إجازة عملوا أنشطة مختلفة منوعة حرة ما فيها ضغط معين لما أنا أقول استمري مثل المدرسة هل ممكن أن الطفل يروح يوم المدرسة ما في تعليم ولا يمكن يوم يشيلون حصة الفسحة ولا يشيلون النشاط معين لا فأنت نفس الشيء في البيت اعملي مثل الجدول العسكري خليه روتين التزمي في المواعيد إذا عندك بريك خذ البريك لا تشيلين الطفل من البريك إلا إذا طبعا كان الطفل عندك يعاند سلوك غير مناسب عجزتي ما قدرتي أنت حاولي بقدر مهما بكى استمري إذا زادت حدة السلوك السلبي وما في استجابة لك أثناء الجلسة التعليمية ما عليش راح تفكير أنه كثير يسألوني عن تخصصي نعم تخصصي تربية خاصة إذا زادت بالتالي لا يستجيب ووقفي شوي وروحي أعطي الجدول الحركي أو الحر والشي فيه تفريغ وبعدين رجعي طبعا في كثير أمهات عاملات فبالتالي يمكن يقولون صعب علينا أنا مجاسة فاضية ما عندي شي بالتأكيد أنت يعني وصلت المرحلة معينة صار فيه نوع معين من التفاهم بينك وبين طفلك وفيه نوع من الاستقلالية تعرفين متى يقدر يستقل ويتمد عن نفسه في أنشطة معينة أنا ما أقول الموضوع سهل ولا أقول أنه راح يحصل مية بالمية بنجاح راح تواجهك الكثير من الصلوبات لكن أحسن من ولا شيء أهم شيء أني أنا أشتغل على المهارات وأشتغل وأستمر في تعليم الطفل أستمر في تدريب ويكون فيه إنجاز ما أوقف ما خلي قدام التلفزيون ولا ماسك الأيباد أو أي تابلت جيمز معينة لا أنا أتدخل إذا أنت عاملة أو أم موظفة نسقي وقتك ما بين عملك مهامك أنت وما بين طفلك وأيضا أكيد الأسرة يعني فيه أعضاء آخرين موجودين في البيت إن شاء الله يكون إلا إذا كنت سنجل مام يعني بس إن شاء الله أنه فيه شخص آخر معك في البيت فوزعوا المهام حتى لو يعني تشتغلين على 10% من الأهداف أنا أعتبروا إنجاز أحسن من ولا شيء يعني فأهم شيء أنا أستمر زين أصحى من النوم أعمل برنامج الفلاني وإلى آخر آخر فقرة واللي أنا أعتبرها أهم شيء جداً بسيطة التحفيز والتعزيز الآن بسألك سؤال مثل الأم الموظفة اللي تكلمت الآن أو الأخ اللي ذكر لي هنا إنه ما عنده وقت وإلى آخر هو زوج تشتغلون موظفات لو ما تستلمون راتبكم آخر الشهر تشتغلون لا طبعاً إذا ما في تحسين تعزيز يعني إنت ما اشتغلت ما في تعزيز مادي أو تعزيز معنوي شعور بالإنجاز شعور بتحقيق الذات لن نستمر في العطاء ولن نستمر في العمل فبالتالي لابد أني أنا أختار المعزيزات أنا أفهم طفلي عرف أشي يحب إيش هواياته إيش المهارات اللي يحبها مثلاً تشوكلت حلاو M&M's Puzzles مكان معين يحب يلعب فيه تلفزيون أي شي اختاريها ووضعيها في قائمة لستة ولا تقدمينها للطفل نهائياً هذه سلاحك قدميها فقط عندما يستجيب الطفل لك ويجلس يتعلم سواء تدربيني على مهارات نطق كلام تلعبين معاه تعطيني حصة قراءة يعني سواء كان تعليم منظم أو تعريم تعليم غير منظم يعني بإمكانكم أنكم تختارونها وتحطونها في صندوق وخليها قريبة من عندك وبعدين تطلعيها وقت الحاجة أهم شيء أنه المعززات ما تكون مثل الرشوة يعني ما أعتمد عليها مية بالمية والطفل يعتمد عليها مية بالمية طبعاً الطفل ما في يعني عنده إحساس مثل كبار بالإنجاز وتحقيق الذات فبالتالي يحتاج شيء خارجي معزز خارجي اختاري زي ما قلت لكم يعني لا تقدموا المعززات في كل وقت وأثناء الجلسة خلصنا من درس معين ممكن كل عشر دقائق على حسب الطفل مثلاً الطفل عنده يعني ملل أو ما ينتبه ساعات طويلة مثلاً كل خمس دقائق كل عشر دقائق يعطيه تعزيز بسيط وجزئي طبعاً فيه شرح كامل المواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات والإنترنت يشرح لنا كثير عن أساليب وستراتيجية التعزيز متاو متقطع وغير متقطع إلى آخر ممكن في لقاء آخر أتكلم عنها لكن الآن فقط حبيت أقول أنه أعتمد على التحفيز والتعزيز ما أخلي طبعاً دائماً يعني فقط إذا كل مرة لازم أعزز لا علشان ما تكون زي ما ذكرت لكم زي الرشوة ويعتمد عليها يعني خلي الطفل يحصل عليها في البداية خصوصاً إذا أنت توقبادي ببرنامج التعليم يعني الأسابيع اللي راحت ما قدرته ويمكن يأسي لا من بكرة ابدأي تواصلي نظمي زي ما ذكر تنظيم الجدول وتنظيم مكان العمل وغيره استمري لا تتوقفي مهما كان من ضغط أو شغل استمري بقدر الإمكان قد ما تقدرين وآخر شي التحفيز والتعزيز حفزي بالكلام عززي بالأشياء الملموسة بالأكل اللي يحب بالسيكر بالفلوس كل طفل على حسب الأشياء اللي تناسب له إذا الطفل أنجز وشافك أنت عززتي كل مرة خصف البداية كثري كل مرة كل مرة عززتي رح يفهم أنه بيحصل على هذا الشيء المفضل إليه إذا استجاب إذا التزم إذا جلس وبعد فترة يعني إذا اعتعد عليه ابدأ يخففي مرة حفزي ومرتين مثلا لا تحفزين وهكذا هذه أهم أربع استراتيجيات عفوا يعني أهم مبادئ أنا أعتبرها الحديقة ما هي استراتيجيات يمكن ممكن تعتبرونها استراتيجية بسأعتبرها مبادئ أساسية إذا بتكلم عن طرق التعليم طبعا فيه كم هائل من طرق التعليم أنا عندي نظامين أساسيين من أنواع الأنشطة التعليمية فيه أنشطة منظمة زي الحصص الدراسية ها إذا الطفل يتلقاها أونلاين فمعبتالي أنت عندك الجلسة والحصة حاولي يكون أنت كرسيك جنب الطفل عشان تشوفين التابعين أنت كدرين تساعدين إذا تحتاج مسكة القلم مساعدة تشوفين إيش الأشياء اللي يكتبها جهزي الأدوات وجهزي أوراق العمل جهزي صندوق التعزيز أو الأشياء اللي يحبها الطفل في التعزيز وقدميها هذا إذا كان عندك جلسات معينة إذا ما في جلسات أونلاين تواصلك مع المعلمات يسلوا لك الأهداف الخطة الأسبوعية زي ما ذكرت كوني منطقية واختاري جزء معين بسيط من الأهداف واشتغل عليها كجلسة جلسة رسمية كأنها حصة one to one face to face حتى لو تكون مثلا مدتها طوال اليوم كل ساعة ونص مقسمة على ثلث ساعة ثلث ساعة بهالشكل أنت حاولت تركزين على الأشياء الأساسية النوع الثاني من الأنشطة هي الأنشطة الغير منظمة اللي هي من خلال اللعب مثلا بالإمكان حين نستغل اللعب في التعليم ويمكن هذه فرصة أكثر بما أن نحن في البيت رح يكون فيه تفاعل مع الطفل ألعب معه أنمي المهارات الحركية أنمي الدقة مثلا ممكن اللغة النوت والتخاطب معلش بس أنا بوقف أعتقد الصوت مش عارفة إذا كان الصوت موجود أو لا يبدو الصوت راح منظمة طيب شكرا لكم الأنشطة الغير منظمة مثلا شغل البيت حولي شغل البيت لطريقة تعليمية عندك فرز الملابس ممكن أفرز الألوان أسوي باترن معينة مثلا إعداد المائدة أعطي الطفل الأدوات أقول له إحنا عددنا أربعة حط لي أربعة من كل شيء أربعة صحون أربعة سكاكين إلى آخر في أفكار كثيرة في كم هائل من الأنشطة بإمكانك تستغلينها وهذه فيها تعليم ويمكن هذه فيها تعليم أكثر لأنها بيئة طبيعية مقاسات الأشياء من خلال الطبخ مثلا القياس الحجم أعطيني مثلا طماطا حبتين ثلاثة أقسمها نصف أقسمها ربع إذا فيها تجزئة أو تقسيم من خلال مثلا تعريف الأحجام زي ما ذكرت لكم الألوان المقاسات تصنيف تصنيف مطابقة مثلا بإمكانك أنا أتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام لكن حتى الأطفال الصغار المهارة هذه مهم موجودة عند الجميع فبإمكاني أنا أني أستغل لها تصنيف الأشياء في المخزن تصنيف الأشياء في الثلاجة إذا الطفل عنده القدرة أن يقرأ يسوي لي لابلز على الأدوات قراءة مثلا وصفة طعام معينة نكتب أشياء معينة خلي قدامك أوراق وأقلام في كل مكان في المطبخ في غرفة الطعام وإلى آخر أني أستغل ليها في التعليم وفي التركيز على تذكير الطفل أي بيئة في البيت هي بيئة مناسبة للتعليم أي شيء بإمكانك تدخلين عليه أهداف تعليمية إذا كان طفل عنده مثلا حركة زائدة أنت يعطي توجيه معين لهذه الحركة بحيث تكون فيها إنتاجية يعني خلي مثلا يسوي تمارين رياضية معينة وأعطيه تحدي فيها تحدي أنه يقفز في خط مستقيم برجل وحدة وبعدين يروح يلف دوران ممكن تحطين حبل على الأرض أنه يتبع مثل أشياء كثيرة يعني ممكن إحنا نخترعها بس أخلي حركة الطفل الزائدة هذه فيها إنتاجية أكثر رياضة رقص قفز إلى آخر النقطة النقطة اللي أحب أضيفها مهمة جدا وممكن أختم فيها خصص الوقت للإسترخاء لك والطفلك يعني خصص الوقت يكون فيه جوهد إذا كان الطفل المثيرات الحسية مثلا تضايق يكون فيه إضاءة معينة يحب الطفل ملمس معين كرسي بطانية صوت معين يسمع وممكن الوقت الإسترخاء يكون مثلا في نص أوقات التعليم أو الحصص التعليمية تقريبا الوقت هذا هو المحدد لي أريد أرجع للأسئلة والاستفسارات اللي وصلت منكم أحب أختم كلامي وأقول أنه كلنا مسؤول وطبعا إحنا مسؤولين بالدرجة الأولى عن أطفالنا وحصل الموقف الآن اللي هو موقف عالمي مو إحنا لحالنا كل الأمهات والآباء الآن ملتزمين في بيوتهم يحاولون يقدمون اللي يقدرون عليه قدر المستطاع اللي في قدرتهم زي ما ذكرت ما حد قال نحن خبراء وبنتعلم وبنكون يعني مستشارين ومعلمين لكن الأم والأب هم أفضل معلمي للأطفال بشوية صبر وبتنظيم وباستمرارية وبانضباط بإمكاني أنا أستمر في تعليم طفلي كل المهارات اللي كان يتعلمها سابقا في المدرسة وفي المركز في النهاية أحب أشكر مرة أخرى جمعية إشراق على إتاحة الفرصة للقاء معكم وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحوار يعني هو حوار منوع يمكن جرعات كبيرة بقدر الإمكان حاولت أوصلها ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى أنا هشوف كيف أقدر أرجع للاستفسارات لا طبعا الكلام اللي ذكرته زي ما قلت لكم يخص ذوي الاحتياجات الخاصة بإمكانك يعني طلبت ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة للكلام اللي أنا ذكرته تواصلك بشكل دائم مع المعلميات مع المعلمين أنه أنت تسألينهم علموني كيف أنتوا كيف تضبطون الطفل أنا مثلا الطفلي ما يجلس أنا طفلي ما يستجيب اسأليهم خليهم يشرحون لك كل شي حاول أنك توجدين طرق للتواصل يعني حتى لو بث مباشر ما بينكم بينهم بالواتساب بالمكالمات المهم أنه ما يتركونك لحالك يعني أنت ما رح تقدرين تعرفين كل شي ولكن عندك بعض الشي عندك المهارة هذا طفلك جالس معك في البيت فبالتالي بإمكانك أنك تدربين هذا الطفل صحيح فيه سلوكيات صعبات وعيق الاستمرار رح أقولكم نقطة نكون حليمين أحيانا أنت نفسك تصحيم من النوم ما لك خلق تشتغلين فصحيح أحيانا الطفل ما يستجيب أو يظهر منه سلوك معين فإذا الطفل وصل لهذا الشيء طبعا ما أتركه نهائي لأنه ممكن الطفل باستمرار يلقاها عذر للهروب لا أعطيه نشاط محبب وشوي شوي دخلي للنشاط المنظم أو بإمكانك تستمرين في تعليم بطريقة اللعب خلال ترتيب الأغراض في الأدوات في المنزل وإلى آخر لكن أنا يعني حريصة أن أشجعكم بقدر الإمكان أنك ترجعين للتعليم المنظم لأنه أنت بإمكانك بهالشكل تعرفين وين الأهداف اللي مفروض تشتغلين عليها حتى لو تشتغلين على أهداف بسيطة يعني ما هي أهداف كثيرة جروبات نعم إن شاء الله فيه جروبات يعني كاني أوصلكم لها مرة عن السلوكيات ضروري أنك عملين برنامج لتعديل السلوك أتركي كل السلوكيات اختاري واحد هو الأهم أنت يقولي هذا السلوك هو اللي عطلني عن التعليم وعن تدريسه كون سلوك مثلاً سيء في إيذاء للآخرين أو إزعاج لا اختاري هذا اختاري للسلوك من خلال التجاهل أو من خلال التشجيع أو تشكيل السلوك أو عندلك أساليب مختلفة يعني بإمكان يعني في كثير المواقع يعني يعني مو يوم تعدلي للسلوك ويوم توقفي كل ما يصدر السلوك خلي رد فعلته وإن شاء الله يخف السلوك العصبي صحيح فترة المراهقة خاصة ندول الاحتياجات الخاصة لكن صدقوني حتى المراهقين ينفع معهم أسلوب التعزيز يعني أنا عندي أطفال مش أطفال أولادي في مرحلة الجامعة أحد أبنائي اثنين منهم الحقيقة في المرحلة الجامعية وإلى الآن أشتغل معهم بالتعزيز وإلى الآن يستجيبون الكل يعني ينجح مع هالشي هذا إذا كان المعزز فعلا مهم بالنسبة لهم ويحبونه بيستجيبون لكم ذكرهم فيه إنه إذا عملت كذا رح تحصل على كذا إذا ما عملت كذا رح آخذ منك كذا ما يكون شيء طبعا مؤذي يعني التعزيز السلبي أو يعني في أشخاص يسمونه عقاب هم يعتبر عقاب لكن ما يكون شيء مؤذي لكن تحرمينه منه صحيح في أمهات هنا في أم تقول إنه المراكز فائدتها محدودة أتفق معك عشان كذا أقولكم ازعجوهم اتصلي تواصلي اطلبوا نسخ من الأهداف الخطط الأسبوعية الخطط الدرس اطلبوها شكرا لكم الحقيقة أنا سعيدة أن النقاط كلها جدا مهمة صح إحنا جبناهم لازم نتحمل مسؤولية يعني زي ما ذكرتكم في البداية لو اخترتي الاستسلام والإحباط والشعور باليأس أنت ما استفدت شيء زاد ضغطك وتوترك وقهرك على الأشهر اللي تروح من غير فائدة وطفلك ما رح يستفيد لكن لو اخترت أنك تقتنعين وتهيئين نفسك وتقولين خلاص أنا بكون معلمة اختار ساعات معينة في اليوم أكون متفرغة فيها وفرغ نفسي لهذا الطفل أرتب جدول أرتب حصص معينة وإلى آخر أنا كذا أعتقد أني تجاوزت الوقت مفروض كان نصف ساعة إذا عندكم أسئلة فضلوا اسألوني الآن آخر شي المراكز ما تهتم بأطفال فرض الحركة المرتبط في نقص الذكاء فقط ويهتمون بالتوحد يعني مشكلة الفئة الـ ADHD نقص الانتباه أو نقص الانتباه هو فرض النشاط ما في يعني ما في مركز معين خاص لهم لأنه هذول قدراتهم أو درجة ذكاءهم الحمد لله يعني إنها في الحدود الطبيعية فبالتالي بإمكانهم يدخلون مدرسة عادية لكن يحتاجون خدمات خاصة فبالتالي لازم تكونين حريصة على المتابعة تطلبين وتطالبين المدرسة بإيجاد شخص يدربهم يتابع معهم شكل يومي يعطيهم مستركتر معين للدرس نفسه المعلمة كيف تغير في طريقة الإلقاء دارس تكون تهتم كل أطفالكم تقريبا نفس الأسئلة صحيح حقيقة كلام رائع هنا من أحد الأخوات إنه إذا اقتنعت الأم وكانت واضحة مع الأخوان والأب وقسمت المهام ما راح تكون بالصعوبة نفسها اللي هي لحالها وحتى لو ما كان في تعاون أنت حاولي بقدر الإمكان أنه تشرحي لهم بأسلوب معين أنه أنا أحتاج لكم حتى حفزيهم هم أعطيهم تعزيز بطبخ لكم كيكة طبخة معينة إذا مسكتوا مثلاً كل يوم حصة معينة وزعي المهام بينهم تأتأ لها علاقة ما فهمتش المقصود لهذا التأتأ التأتأ إذا كانت مراحل الطفولة المبكرة ما أقدر يعني أني أنا أشخصها لكن ما أهملها يعني قبل الخمس سنوات كثير أطفالي تأتؤون إلى إلى ثاني ابتدائي أقدر أقول لكن ما يعني هذا أني أتركها لا بالتأكيد لازم يكون فيه توجيه هو يكون فيه يعني تدريب معين يؤخذ استشاري أو أخصائي نطق تخاطب وإلى آخر الأم مدرسة ولا أخفي حق الأب أعتقد أنه مفروض أقفل شكرا لي استماعكم وحياكم الله على المشاركة وإن شاء الله لنا لقاء آخر مع السلامة شكرا للمشاهدة